إلى مناطق شمال غربي سوريا حيث تعمل فرق الدفاع المدني على إعادة تأهيل المخيمات التي تضررت بفعل الهطولات والعواصف المطارية الأخيرة التي ضربت مخيمات شمال غربي سوريا حيث قامت الفرق بحفر قنوات تصريف للمياه قرب المخيمات ورفع سواتر تمنع وصول المياه إليها كما قامت بتنظيف الطرقات الرئيسية في مدينة قباسين شرقي حلب وجرف الأوحال المتراكمة على جوانبها وفرش الطرقات بالحصى تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع مراسل نمري في حلب وهمام الزين أهلا بك همام مساء الخير لكم برأيك هل ستتمكن هذه الجهود التي قامت فيها فرق الدفاع المدني ربما باستقرار؟ مبدأ للمقيمين في المخيمات أو حتى تأهيلها ربما؟ نعم رواني هذه الأعمال التي تقوم بها الدفاع المدني هي ضمن استطاعتهم لكن بالتأكيد هي لا تكفي ولن تخفف الكثير عن سكان المخيمات هي إنما قامت باتخاذ هذه الخطوات تحسبا في حال منخفض جو جديد أو عصف مطرية جديدة تشاهدنا بالأيام الماضية كيف تجمعت المياه مياه الأمطار وكيف تشكلت الأوحال نتيجة مياه الأمطار في جميع أو معظم طرقات الرئيسية في المخيمات الموجودة في مناطق الشمال السورية هذه الأعمال هي عبارة عن فتح قنوات تصريف بعيدة نوعا ما عن المخيم ورفع سواتر ترابية ورفع الحصى بالقرب من المخيمات والأحجار الكبيرة لمنع تشكل المياه داخل المخيمات ودخول مياه الأمطار إلى خيام المهجرين خوفا أو منعا لتبللها وفقدان ممتلكاتهم هذه المياه بالنهاية ستجري إلى هذه القنوات ولكن هذه القنوات لن تكفي المخيمات نشاهد في الشوارع الرئيسية في المدن كمدن الباب وإعساز وجرابلس حتى في الطرقات الرئيسية تتجمع المياه بشكل كبير في حال كانت القطولات المطرية غزيرة أثناء العاصفة المطرية إذن غير كافية هذه الجهود هل هناك جهود أخرى وهل يعمل دفاع المدني منفردان أم هناك أيضا منظمات أخرى يمكن أن تساعد في هذه الأعمال يعني محمد هذا العمل بالذات عمل تسليك الحركة المرورية وإزالة الأوحال وهي من اختصاص الدفاع المدني أما بعض المنظمات عملت في بعض المخيمات منظمات الإغاثية يعني كان عملها خجولا في بعض المخيمات ومنعدما في مخيمات أخرى يعني بسبب عدم قدرتهم على تغطية كافة المخيمات الموجودة في المنطقة يعني هناك احتياجات كبيرة للأهالي ولكن يعني الحلول الأفضل لجميع سكان المخيمات بحسب رأيهم أن تستبدل هذه الخيام بمساكن إسمنتية تبنى على أرضها بسلاع أرض ترابية حمراء تمنع تشكل الأوحال وتبعد عنهم الإرهاق التي يحصل نتيجة حر الصيف وبرد الشتاء وما يتبعه من عواصف مطرية ومنخفضات جوية يعني إذن هذه أعمال قد تكون لما هو طارئ حاليا لكن لابد من العمل على البيوت الإسمنتية كما تقول ترجمة نانسي قنقر